وحول أهم الفعاليات بمهرجان العالمين الجديدة معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك في مهرجان العالم عالمين أهلا بكم وبكل أصداد المشاهدين نرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة التي لازالت تستضيف فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في دورتها الأولى الذي يستمر حتى 26 من أغسطس المقبل الجديد هو اللمسات الأخيرة التي يتم وضعها على العالمين أرينا هذا المكان الذي يوجد على يساري الآن لاستقبال الحفل الفني الأول يعني الحفل الفني للفنان تامر حسني سيكون يوم الجمعة القادمة فنتحدث الآن ونحن نرى العمال الذين يعملون في هذا المكان وضع اللمسات النهائية نرى أعمال الإنارة والإضاءة الآن على الأبراج المحيطة بهذا المكان وهو ما يميز هذه المنطقة وهذا المكان الذي سيقام فيه الحفل هو وجوده على الممشى السياحي في مدينة العالمين الذي يمتد بطول 14 كم بالإضافة إلى أيضا توسط الأبراج المحيطة به فنرى حالة من المناظر الطبيعية الجميلة التي تحيد بهذا المكان ليس هذا المكان فقط هو الذي سيستقبل الفعاليات الخاصة بمهرجال العالمين الجديد لكن لدينا عدة مناطق أخرى كالمنطقة الترفيهية التي استضافت أولى الفعاليات وهي من أهم المراكز الخدمية في مدينة العالمين نتحدث على هذا الممشى السياحي الذي لا زال أيضا يستقبل عدد كبير من السائحين ومن الزائرين من مختلف بلدان العالم وأيضا من الوطن العربي الجميع هنا يعبر عن سعادته وفخره بما يراه في مدينة العالمين وبالاستقبال الرائع هنا وأيضا حضوره لفعاليات مهرجال العالمين الجديدة التي انتهت الخاصة ببطولة التكبول وأيضا ببطولة تجيل التحدي الذهبي ويستعدون الآن لاستقبال حفل الفنان تامر حسني بالإضافة أيضا إلى حفل الفنان أحمد سعد الذي سيكون في 27 من يوليو الجاري نرى الآن وأنا أتحدث إليكم الأسر المصرية التي تتجول في الممشى السياحي وبعض الجنسيات العربية أيضا والأجنبية والجميع بدأ يتساءل ويتبدلون النقاش والحديث عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة خاصة الحفلات الفنية التي ستقام خلال الأسبوع القادم بدءا من يوم الجمعة القادمة وأيضا بالفعاليات الرياضية الأخرى نتحدث عن بطولة كبرى وهي بطولة التجديف التي ستكون خلال الفعاليات القادمة وأيضا بطولة البدل بالإضافة إلى أنه في العاشر من أغسطس سيكون حضور أشهر عشرة مصممين في الوطن العربي ولزالت مدينة العالمين الجديدة تستخدم كل زوارها في إطار فعاليات مهرجان العالمين ونحن في انتظار مزيد من الفعاليات أشكرك محمود جميل كنت معنا من العالمين